رئيس وزراء نظام أنقر الحالي بن علي الدرام وأفراد عائلته يمتلكون ثروة في أوروبا تقدر قيمتها بـ 140 مليون يورو على الأقل تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة صحيفة NRC الهولندية كشفت عن ملفات فساد يالدرام وعائلته موضحة أن ثروة تلك العائلة تتضمن 11 سفينة شاحن مسجلة عبر شركات خارجية في هولندا والتي تعرف بالجنة الضريبية لأوروبا وسبعة عقارات في كل من مالطا وهولندا عبر العديد من الشركات الوهمية موقع ميديا بارت الذي سبق وكشف قبل أيام ملفات فساد رئيس نظام أنقر رجب طيب أردوغان وأفراد أسرته عن طريق التحقيقات التي تجري في أموال الشركات الوهمية المسجلة في مالطا والعديد من الدول الأوروبية أشار إلى أن تلك التحقيقات كشفت أيضا أن أسرة يالدرام سددت جزءا كبيرا من قيمة السفن التي يمتلكها عن طريق حوالات مالية مجهولة المصدر فيما تم سدد جزء الآخر عبر قرد قدمه لهم البنك الكويتي التركي وهو البنك الذي يواجه منذ مدة دعاوة قضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بطهمة دعم الإرهاب وتسهيل عملية نقل الأموال الخاصة بالتنظيمة الإرهابية وعلى الأخص تنظيمي داعش وجبهة النصر الإرهابيين وفتح حسابات علنية لهم في فروع البنك في تركيا والعديد من دول العالم ترجمة نانسي قنقر